يا صباح الخير للكون مشاهدينا عن جديد وصلنا لأول فقراتنا لليوم رح نحكي فيها عن مفهوم كتير مهم بحياتنا هو النجاح أكيد النجاح هو هدف الإنسان بالوصول لأمنياته لأهدافه لكن مع تحمل وتجاوز كل الصعوبات والعراقيل اللي بتواجهه بحياته وأكيد كل شخص عنده النجاح تعريف النجاح بياخده من مفهومه الخاص أو بيسعى للوصول للنجاح بطريقته الخاصة وأكيد طريق النجاح كتير صعب فيه كتير من الصعوبات والعراقيل والأشواك لحتى يوصل الواحد للهدف اللي هو بديه ويحصد ثمرة هذا التعب لكن رشا كتير من الأشخاص بيقولوا أنه النجاح حظ ما نوع تعب ما نوع أنه قرار ما نوع أنه تحقيق أهداف شو رأيك أنت بهذا الشيء؟ أكيد لا بنا نقول بداية أنه الحظ خلنا نقول مو أنهو العامل الأساسي ولكن دائما أكيد فيه تعب بالنص مو بستعب يوم وقتنا نقول نجاح في أساسيات في خطوات بحياتنا في أفكار في اليوم كيف نحن قادرين نفكر خارج الصندوق لنوصل له هدفنا هذا الهدف قدامنا طالما هو موجود قدامنا وطالما فيه طموح لنقدر نوصل له أكيد راح نتعب ما في شي بيجي بالسهل وما في حدا له موصل من لا شيء يعني اليوم كيف نحن قادرين نصل لأحلامنا نصل لأهدافنا نرجح بعملنا نرجح بعلاقاتنا الاجتماعية الأسروية مع أبنانا ومع محيطنا أيضا يعني أسئلة كتير حجاوبنا عليها ضيفتنا لليوم وهي الاستشارية الاجتماعية رندا ديب صباح الخير يا رندا أهلا وسهلا فيك نسعد صباحك أهلا وسهلا فيك طبعا نطل ما كنا عم نحكي كل حدا له بياخد طريقة النجاح بمفهومه الخاص ودائما بالعامية بس نشوف شخص ناجح أكتر الناس بيقولوا أنه هذا محظوظ وصل لأهدافه خلينا بالبداية نعرف شو هو مفهوم النجاح مفهوم النجاح هو شيء نسبي تماما كلمة نجاح هي بتختلف بين الأشخاص دائما أنا شو بدي هو دائما المطوة اللي أنا عم بتحضر لأني أخطية هي بتكون بالنسبة إلي أنا كفرد باستثناء باقي الأشخاص هي بالنسبة إلي خطوة ناجحة أو لا حسب أنا شو حطيت له مقاييس فهو دائما النجاح هو الشعور بالإنجاز هو الشعور بالرضا لما بكون أنا عندي شعور بالرضا لأي شيء عملته وأنه أنا حققت خطوة معينة من الأفكار والأهداف اللي أنا حطة فهون أنا بكون وصلي مفهوم النجاح وقدرت أحصل عليه دائما النجاح هو مالو مقيد بنسبة مئوية يعني 20% 30% لا هو حسب إمكانيات الشخص وحسب الفروق الفردية اللي موجودة بيناتنا كأشخاص طيب اليوم راندا كرمال نحن نصل لهذا الهدف ننجح فيه أكيد اليوم فيه أقدار بتساعد بعيدا عن موضوع الحظ اليوم هو تعب يعني ولكن فيه عوامل نحن منحط أساسيات ومنمشي عليها كان بيئة تنظيم كان بيئة تحديد لنقدر نوصل لشيء نحن عم نطمح له خلينا هيكي نتوسع بالفكرة أكتر بيئة العوامل اللي بتساعد على النجاح فيه خطوطين كتير أساسيات أول واحدة هي تنظيم الوقت لما بيكون أنا كشخص منظم وقتي محدد الأهداف اللي بدي قوص الله دائما الخطوة الأساسية للنجاح هي حط أهداف ضمن إمكانياتي اللي ما بيحقق النجاح أو اللي بيقول ما ليحظ أو اللي بيقول للفرس ما عم تجي مناسبة إلي هو بيكون حاطة طموح وحاطة أهداف ليحققه ما بتتناسب مع إمكانياته كفرد فهون دائما بيقع بهفوات أو مطبات هي اللي بتخلي ما يقدر يحس حاله وعنده شعور بالرضا أو بالإنجاز في شغلة تانية رح إليكها هيكي بطريقة بسيطة هي الواحد لما بيحرك المي الراكدة يعني دائما لما أنا بسعى للشيء اللي بدي حققه ضمن إمكانياتي ما ضل قاعد وقول ما عم بيجيني حظ أو ما عم تجيني الفرصة ولما بتجي الفرصة أعرف استغلها بالطريقة الإيجابية ما روحها من إيدي بإني مساء ممكن اهتم بتفاصيل كتير أو بيهتم بالشكل العام للشيء اللي أنا بدي حققه بالعاية يكون فيه توازن بهذا الموضوع بين التفاصيل اللي أنا بحس مهمة ما بيهتم بالتفاصيل اللي ممكن تشتتني بنفس الوقت يكون فيه عندي هدف بعيد دير أنا أسعاله بخطوات قريبة وبأهداف قريبة ضمن إمكانياتي لأوصل للي أنا بدي أشعر بالنجاح أكيد هذا النجاح له كتير أنواع بحياتنا خلينا نتوسع شوي ونحكي عن أنواع هذا النجاح هلأ النجاح مرتبط بال مثل ما أقولك مثلا بالذكاءات الموجودة عند الشخص أنا ممكن أحقق نجاح اجتماعي ضمن تواصل معين مع الأفراد والمحيط والناس اللي حوالي ممكن يكون عندي هذا النجاح من الناحية الأكاديمية بالتعليم بالعلم دائما بموهبة من المواهب دائما هي النجاح أو النوع بيرتبط دائما بشعوري بالرضا هلأ أنا أحيانا بيكون في أشخاص إمكانياتهم كتير ضعيفة ويكون هدفهم كتير بسيط لهن يقدروا يحققوا اللي بدي أعمله أو أسعاله فهي فروق بين الأشخاص هي اللي بتحدد نوع النجاح اللي أنا بدي أسعاله أنا بشو ضعيف؟ أنا ضعيف اجتماعيا ضعيف أكاديميا ضعيف بإني مثلا بمجال عملي ما عم بقدر حقق خطوات لأدام معينة ما عم بقدر يصير في ارتقاء معين بالأشياء اللي أنا عم بسعالها فهون بيجي الاختلاف بين المعاوم طيب اليوم رندما بين التخطيط والتنظيم والحظ في أقاويل كتير يعني في ناس بتتعب يعني أنا اليوم مضروري أنا لأصل لأشي بحبه أحكي للعالم أنا قديش مرأت بصعوبات مرأت بخيبات أمل مرأت بفرص ضاعت مني حاولت استغله ولكن ظروفي ما ساعدتني يعني ما في بحدا وصل من لا شيء أو وصل هيك يعني مدون تعب قلتي كلمة إنه محزوز ولكن اليوم هل هي شيء مرتبط بعلاقته بالنجاح أو لا اليوم هذا الحظ يجي بعد تعب بعد تنظيم بعد جهد كتير كبير تماما استغلال الفرص مرتبط تماما بالتخطيط والتنظيم اللي أنا بسعاله واختيار الوقت المناسب اختيار الأشخاص اللي حوالي دائما يكون ضمن وسط أساسا هم من أشخاص ناجحين اللي يسعوا لتحقيق ذاتهم للتطوير دائما الحظ اللي بكرر هاي الكلمة إنه أنا حظي ممنح أنا الفرص ما عم تجي دائما بيكون هذا مرتبط بتقديره لذاتهم ما بيكون تقدير الزات منخفض نحنا منعطي لوم على الآخر ما منعطي لوم على حالنا الأشخاص اللي ما بتسعى أو اللي ما بتحاول تحط حالة ضمن ظروف لحتى يجيها هذا الحظ اللي عم تدور عليه دائما بترجع يقلهم بتلاقي هنن ما عندهم أساس هاي هذا الدافع أو هذا الشغف الإصرار تماما هذا الشغف واللي بيعطيهم الإصرار لأنهم دائما لو ما حققوا خطوة يرجعوا يبدوا من الصفر بطريقة تانية نحنا للأسف نبدأ من الصفر بس بنفس الطريقة ودائما منقول يعني أحيانا بتقولي أنه أنا سعيت أنا استغلت الفرص أنا حاولت أعمل حاولت أنا ما قدرت مالي حظ يعني اليوم فيه خلل بالقصة يمكن الشغل يموقع كمان من نقامل بشي اسمه أنا مقدري اليوم أكون بهذا المكان أو مقدري أكون بهذا المجال يعني اليوم الفشل يعني هل هو سوء حظ هو عدم استغلال الفرصة أو لا خلاص يعني هو عدم السعي صح تماما هو دائما مرتبط بالنحنا مو ضروري أبزل جهد كتير كبير لأحصل على الشي اللي بديه لازم أبزل جهد بزكاء معين لأوصل على الشي اللي أنا بدي حقه أو أسعاله نحنا بنربط مثلا أنه درس عشر ساعات وما جاب على ممنيحة ولكن هو درس العشر ساعات ولكن مو بزكاء ما عرف يطلع تماما أو يستغل المعلومات كلمات المفتاحية لتلخيص الأفكار في أشياء معينة مرتبطة بالمادة العلمية هي بتخليني أنا حق النجاح نفس الشي بالعلاقات الاجتماعية نفس الشي بالعمل لما بيكون أنا أدران تماما أبزل الجهد المناسب بالوقت المناسب للهدف المناسب اللي أنا بديه ما يكون في عندي مضي على الوقت أنا والله ضليت عشر ساعات عم بقنع ومقتنع مثلا حضرت لابريزنتيشن وقت كتير طويل وما عرفت أدمه هاي الأشياء بترجع ليه معرفة أدمه لأنه أنا تقديري لنفسي منخفض تقييم الناس اللي بيهمني أكتر من تقييمي لنفسي هاي الأفكار هاي المحكات البسيطة هي اللي بتعطي للشخص الفرص والحز اللي هو اللي بيقول أنا ما علي حز فيه فهي اللي بتخلق له هاي الفرص بتخلق له هذا الحز وكمان مثل ما ذكرتي أنه الشخص أدمه مر بعراقي لازم ما يوقف عند أي صعوبة بتواجه ولازم يكفي ساعة مرة وثنتين وثلاثة تماما ويبدأ من غير نقطة لو بداية الصفر يغير بالطريقة تماما نحن على الأسف منرجع من عين ومنرجع من حط هذا الشغل فينا ولكن نرجع من نفس النقطة ومن نفس الأغلاط طيب رندة اليوم إذا بنا نحكي عن النجاح يمكن النجاح ما له عمر معين لكن هل إذا الشخص كان بعمر صغير بلش بهذا الشي كان فيه دعم له صار عم يحقق أهدافه وعم يحقق نجاحات هذا الشي بيستمر معه لحتى يكبر والشخص اللي ما بدأ بهذا الشي بلش بعمر متأخر أنا بدي حقق نجاح بدي أحصد أي شي هل هذا الشي إلو علاقة مرتبطة بالعمر؟ الفئات العمرية دائما المراحل هي مختلفة في مرحلة هي مرحلة العلم والتعليم في مرحلة هي مرحلة الإنجاز والعمل في مرحلة هي تكوين الإسراء والتكوين العلاقات الاجتماعية دائما العمر أكيد مرتبط بالأهداف مرتبط بالأشخاص ولكن نحن في أمن الناس بتقولك أنه أنا أهلي ما ساعدوني لحقق مثلا موهبة معينة ولا درس فرع معينة على الكبر درسته وفي أشخاص لأ بتقولك أنا مكتفي باللي أنا موجود عندي وهذا اللي ساعدتي وشعور بالرضا والإنجاز فخلص ما بس على أني يغير العمر بمفاصل هو أكيد مرتبط بإنجازنا وتحقيقنا للأهداف اللي بدنا يعقون نوع الهدف اللي بدي حققه وشعورنا نحن دائما أنه دائما بدنا نجدد حالنا نطور حالنا كمان هذا اللي هو تأثيره طيب اليوم تحقيبا على هذا السؤال أو استكمال له رندا اليوم وقتل نحن بيكون عنا أهدف بعمر ما سعينا وتحقق بعمر ما الناس اللي حواليك هي اللي بتحبتك خلينا نقولها بالعمل انها بعد الكبر هلأ صار بديو يشتغل هلأ صار بديو يدرس هلأ صار بديو يسافر يعني وين كان أول شي اليوم في محيط داعم وفي محيط خلينا نقول بيكسرك بيحبتك يعني بيخليك إذا أنت اليوم فايقة عندك أفكار جميلة كلمة واحدة يعني ينزع نهارك يعني اليوم شو دور المحيط دور الأهل كتير الإيجابي كتير محيط اليوم قدامهم نحن نقدر نفصل مع بيننا مع بين المحيط اللي حوالينا بأفكارنا وبأهدافنا هلأ بنسبة للأهل الأهل دائما بيعملوا للأسف إسقاطات على أولادهم يعني أنا مثلا ما حققت علامة منيحة مثلا بدراستي بالشهادة السانوية فأنا بعمل إسقاط على أبني بديها كل الألقي وخوفي بصير بصبه فيه فهو بتطلع به رسائل سلبية هي بتخلي يصير عنده هاد الأحباط أو هاد الخوف أنه أنا ريكون مؤد ها المسئولية والعكس مثلا ممكن يكون أنه مثلا الأب طبيب فهو بده يضغط ابنه لحتى يكون مثله فكمان بيعمل له خلل بأهدافه وبيشغفه للعلم أهلأ قلت لي سؤال تاني شو؟ أنه دائما قدمهم اليوم دورهم الإيجابي وقدمهم نحن اليوم كرمان حافظ على هذا الهدف لقدر نفصل ما بين أفكارنا وأحلامنا والمحيط السلبي بحياتنا تماما بعد ما بيطلع نخلص من مرحلة الدرس ونجي لمرحلة العمل هون تصفى مسؤوليتي أنا أختار البيئة الدائمة ما أقعد بين أشخاص سلبيين أو سوداويين بالعكس أختار الأشخاص المتفائلين أشخاص اللي عندهم الكلمة الحلوة اللي ممكن أنا أسمعها وتشجعني كمان أحيانا النقد ممكن لهم بيكون سيئ أحيانا في نقد بناء هذا دائما أنا لازم أختاره وانتبه للأغلاط اللي أنا ممكن أقع فيها لحتى دائما تكون بداياتي صحيحة بأي شيء بدي حقق فيه أهداف أو إنجاز معين فدائما نحن الأهل بيبلشوا بالخطوة اللي بتكون داعمة بتعطيه هاي الرسائل اللي بتخليه يصير عنده خلل بنظرته لذاته وبينقلة معه بالمراحل العمرية بيعطيه لأولاده بعده تماما بنقل المراحل العمرية التانية اللي هي سواء برفعته أو بأسرته اللي بدي يكونها الجديدة أو بالمحيط اللي هو بتعطيه برأيك الأشخاص مثل ما أذكر أنه السلبين أو المحيط اللي ما ندعم حولينا أحيانا يمكن فيه أشخاص بيحولوا هاد الشيء فعلا لنجاح يمكن هاد الشيء بيصير بينه وبين حاله تحدي أن هدول الأشخاص اللي عمقلوا لي أنت ما بتقدر ما بيطلع معك تعمل هيك ما بيطلع معك دراسة ولا الشغل يمكن يعطيه دافع لحتى ينجح فعلا تحدي تماما بيصير عنده إصرار هاد بيكون صار عنده المراحل اللي عنده هي بالدرجات المناسبة اللي بتعطيه الدافع والشغف لأنه دائما يسعى ويحقق إنجازات أما لما بيكون هو ككيان أو عنده شاشة نفسية معينة فهو ما هيكون هذا القلق هو الحافز اللي بالعكس هيطلع لدرجات أعلى وحيكون مسبب له خوف ولو كان هو عم بيقدر عنده الإدراع للإنجاز ولكن هذا القلق اللي يوصل للمراحل تخليه معطلة لإنجازه حترجعه لبرا ما حتخليه يقدم لأدنى فدائما نحن نحاول نكون عنا ثقة بنفسنا نحاول نتعلم كيف نقوي حالنا ودائما ما يكون تقييمنا للأشخاص الآخرين يكون تقييمنا الزاتي نحن ضمن إمكانياتنا دائما نحن ربيانين على المقارنة نشوف أخوك شوف من عمّة وعلى إسقاطات خاد نفس التجربة وفشيل ما في داعي ترجعة عيدة تماما كل حدا له إمكانياته قدراته له خط بيمشي عليه للي يحقق النجاح اللي هو بيشايفه نجاحه اللي هو بيناسبه وبيعطيه هذا الرضا والشعور بالإنجاز طيب عنده هيك سريعا خلينا نقدم بعض النصائح لكل حدا عمشوفنا اليوم لكل حدا حابب يعمل مشروع حابب يكون عنده أفكار جميلة بحياته له حلم نجاح بحياته شو هيك ممكن نلخص عنوين لإله تنظيم الوقت أهم الشي وحط دائما خطة قريبة هدف قريب وهدف بعيد دائما لحتى أقدر أنا أنجز خطوة بخطوة أسم المهام اللي أنا بديها بخطوات بسيطة أقدر أنجزها من ناحية العمل أنا ما فيني أحط مشروع كبير بدي أعمله وأنا كان يعدني مثلا المادية المتواضعة ما فيني أنا بدي حقق إنجاز كبير وأنا غير قادر بهذه المرحلة أو الظروف المحيطة الاجتماعية مثلا ما بتساعدني دائما أختار شوف شو الموجود أي أكتر شيء اللي رائج ممكن أنا أعمل خطوة إيجابية فيه ضمن إمكانياتي المادية والجسدية والشغف اللي يكون موجود عندي ما أوصل لنص الطريق وأشعر بالفشل أكيد رندا معلومات كتير منيحة وجميلة يعني قدمتينيها وكتير مهمة بهذا الوقت اللي فيه فعلا امتحانات الشهادات الثانوية والإعدادية أكيد منتمنى لهم التوفيق وشكرا كتير لإليك على المعلومات اللي قدمتين شكرا لكم شكرا رندا يومك حلو هيك وبتوفيق لكن حدا مرافقنا بصباحنا لليوم وشاء الله هيك يكون النجاح والحظ الجميل لكل الناس شكرا للمشاهدة